موضوع الدبلة ده في مشكلة لو حدق لها اه لما كتر ما انا بقلع الدبلة وبعملها يعني تتعامل لو مرة وخالط كنا هننفصل فعلا انها مقصة ان انا كل شوية بقلع الدبلة ايه ده احنا في الخناء ما بنقلعهاش بتعمل يعني انا بتكلم على الستات بزرعة عشان يعني الستات يسمعوا الكلام لكله بتعمل لهم حاجة اسمها تزبزب عاطفي يعني هي بتبقى مش عارفة وانا مكملة ولا الحاجة دي بتلغبط يعني نقول لو هو كمبيوتر يداخل المرأة بتلغبط غلها بتخليها مش عارفة تدي مشاعر ولا تعمل ايه توقف لا الراجل بيرجع بسرعة المرأة بتاخد وقت عشان ترجع في الحتة دي وعشان ترجع تاني تحب بنفس الطريقة فبتاخد تمام اضعاف في فترة الراجل بجد يا ست لو قال حبها ما بيرجعش زي الاول الراجل بيرجع على طول اول لا يقدر يروح ويرجع بسرعة عنده الاوبشن ده ممكن يكون موجود جوه جوه سيكولوجيته هو انما المرأة تمام اضعاف الراجل في كل حاجة لو افلت افلت اه تقعد لها فترة طويلة بقى هو يقول لها ايه هو انت من دي غاوية انا ركد وانت ما بت نا تخاصمني اسبوع وجايا عايز نصالحك دلوقتي خد على الاسبوع شهر مني لا اي واح هي بتعمل كده من كده لا هي بتعمل كده ربنا حطت فيها العاطفة اكتر من رجل عشان كده برضو حبها اكتر من رجل ان هي تسعيده بتبقى اكتر من رجل ان هي تدي له مشاعر فياضة بيبقى اكتر من رجل يعني هي برضو بتدي كل حاجة كويسة كتير الغيرة بتاعتها ممكن تبقى اكتر من رجل يعني احيانا فبالتالي عايزين نقول ان هي بتاخد وقت عشان ترجع فكوني بقى ان انا ايه طب انا خلاص ده هيسيبني لا خلاص هنرجع لا خلاص هيسيبني او في الجواز انا هطلقك لا هنفضل مع بعض طب مش عارف ايه روحي وانتي لا انا احنا رجعنا الكلام ده كله بيخليها ما تقدرش تشتغل بالطريقة سترجع تاني زي الاول